بيان المواقيت نزل جبريل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيحة ليلة رحلة الإسراء والمعراج ليبين له أوقات الصلوات الخمس فرضت الصلوات الخمس في الإسراء والمعراج ركعتين لكل صلاة إلا المغرب كانت ثلاث ركعات كما رواه البخاري كانت القبلة إلى بيت المقدس وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى جعل الكعبة بين يديه فيصيب القبلتين بيت المقدس والكعبة المشرفة انشقاق القمر طلبت قريش من النبي صلى الله عليه وسلم معجزة بالموسى قال أنس بن مالك رضي الله عنه إن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه جلت قدرته أن يشق له القمر نصفين فشق الله سبحانه القمر نصفين وقريش ينظرون فلما رأت قريش هذه المعجزة الباهرة قالوا والله إنك ساحر فكذبت قريش هذه المعجزة العظيمة والتي لا ينكرها إلا جاحد فأنزل الله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر